مرحبا عساكم تكونوا بخير بدي أحكي عن موضوع السفر وعن الناس اللي بتسافر وبالذات الشباب خاصة عن البلاد اللي فيها النسواني باختصار بين قوسين السياحة الجنسية بيروح معهم مصاري شاب بيدور على بلد بيسأل على الثقافة قبل ما يسافر بيعمل باختصار بعض المعلومات وبيجمعها إنه عادات البلد الناس طيبة الناس كويسة الناس الناس إلى آخره من هالعادة من هالصفات الحميدة بيروح لهني الحياة بتحالفه أنا حامل الجوال يعني ما معي هذا الحامل بيسافر بيضبط أموره معه يعني لا بأس فيه مادة يعني فيه مونيم أو ممكن أنه يروح يسافر على قصد الدراسة أو بقصد العمى شاهد من الكلام من هالمقدمة القصيرة إنه سافر وبلش أول شغلة طبعا يخطر في باله إذا كان خلينا نحكي على موضوع إنه بدي رايح من قصد إنه بدي عيش هناك بدي عيش هناك بهذا بأي بلد مثل هلأ العرب الشباب العرب يلي طلعوا من من أوروبا من عفوا من البلاد العربية باتجاه أوروبا على هولندا على السويد عن نرويج على ألمانيا على ثلاث تول هدول بتحديدا طيب أنت طالع من حرب أنت طالع من حرب من أوضاع سيئة أنت طالع من بلدك اللي اللي قاعد على طول بتشكي فيها وأنت طول نهار طيزك على الأهوة ها ما بتشتغل ولا بتعمل شي وتقعد بس بتزم في بلدك في بلدك كنت بس تقعد على الأهوة طبعا مو ألكل مو ألكل أغلبكن يعني أو الجزء الأكبر بتكون قاعد في القهوة ملزق من طول نهار من الصبح للمساف أو قاعد مع الشلة عم تدخن أو ها كيف عم تجيب مصاري بتلاقي لك شي وحدة هاي وحدة اللي عم تقول عليها اللي البلد بتدور عليه اللي هنن كويسين طيبين مناح بتدور عليها لهاي بتقدس أخبار بتلحقها بتطبق واحدة من هون واحدة بتنام محا واحدة بتستغلى واحدة بتزلة أو ممكن يكون شب يعني ما بتوفر انت مثلا ما بتوفر روحك النسة روحك النسة اللي بتخليك هيك تعمل روحك النسة هي اللي بتخليك هيك تعمل يا نسة قبل ما تدور علي نضيف وروح نضيف حالك بتجي علي أوروبا هيك بتعمل انو كلهم لو بتكون مع الشلة تبعاك يفضح أرضهم بتشلي عليهم يعني الصفات اللي كنتو الصفات الوسخة يا وصخ يا قزري انت منك لإله طبعا مولكل في ناس نضيفة بس أنا عم بحكي بالمجمع في سوريا بتقعد بتشلي 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 بتدور علي اللي متل ما قلت بتدور علي هاي بتستغلى بتنظفها بتفختها بعدين بتقلعها طبعا بعد ما بتكون دورتها على الشلة تبعاك كلكم متل بعض متل مسلسل تبعا آسف ما لي بتذكر اسمه يعني بس الحلقة طبعا سعاد وعصام يعني بيكون مريض معه ضغط نفسي قدم معه لعجز جنسي فبالتالي بيجي جميل وشلته من هالشلة من هالنمرأ انتو من هالنمرأ نقول أحلى انو الحياة بتساعدكن يعني قاري فيكنوا بالحياة أنا هيك بدي أحكي ها أنا هيك بدي أحكي بتجوا على أوروبا هيك بتشلوا على البلد وعالبلد اللي كنتو فيه وعالأوضاعه ما بتقول انو أنا لا المهم انت انت ملاك من السماء نازل والله الملائكة الشياطين قبل الملائكة متبري من أمثالكم بتجي بتشلي بعدين أول شغله شو بتفكه طبعا بعد ما تكون زبطة اللاقه الشلة تبعك بتلم بعض معنى دائما الوساخة بتلم بعض يعني بس المهم انه هو نضيف هو نضيف في بيجي بيبيع حشيش ايه ما في حشيش يفضاء عرضن ايه ما في ايه ما في شي ايه ما وين 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 بنهل تلات لي اقسم بالله بتكون حرق يا أولاد الكلب حرق بتكون بتجي بتلقي لك بتدور لك على شي من بتطبقه متل في درعاوي اذا بتسجله على الفيديو اصلي شايفه تقريبا شي من ثلاث سنوات يعني يعلم بتعرف على واحدة يمكن درعاوي يمكن ديري من هدول يعني من الشرق يعني شرق سوريا بيتعرف على واحدة بيعلمها بيعلمها تسب الرئيس تبه انا ما لي مؤيد ولا لي معارض انا ما لي في السياسة بس عم بيحكي كلمة الرئيس من باب اللقب يعني بيسبه اختك يا بشار امك يا بشار انت ايه الجيش الكر هو ما اعرف شو طب يا ابن الستين وصخا يا ابن الستين وصخا قبل ما تروح تطبقها قبل ما تتعلم لغتها اتعلم منها متعلم وسط اتعلمك الوسخ تبحها بيجي هيك بيروح فردا بيدور على بلد مثل ما هلك بيدور على بلد بيطلع علي بيطلع الناس انضاف الناس كويسين شوريا شو الشعب شلونه ان شاء الله طيبين بيروح مثلا هلأ في موجة هجرة هلأ مثلا خارج اوروبا يعني ما بدي احكي تحديدا وين بس خارج اوروبا وشوفنا شوفنا الشباب العرب من بيناتهم السوريين شو عملوا شو عم يعملوا ان كان في تركيا وهلأ في الخليج يعني هلأ عن ابوكم وإذا أنت ستين حشره حشره هل تكون حرية وإن تكون حرية وإن تكون حرية لا تكون حرية هل تكون حرية سوارع السفر في سوارع أمر ملخص الفيديو بعد ان يجري البحث انو يريد أن الناس نظيفه الناس 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 يكون اوسخ الوصخات وتخرج الناس وتصفى شوارع تكون فعله من الشوارع نظيفة اقسم في ديني القرية التي ساكنت في قرية عقب السيجارة هذا في بداية 2017 عقب السيجارة لم تكن تلاقي على الموقف سنة واحدة لبداية 2018 كان هناك لاجئين أنا لاجئ أنا لا أزكي حالي لكن أعرف ما نفسي أعرف ما نفسي بداية 2018 كما نفسي تذهب في سوريا بداية عملها بداية عملها عنده بيت دعارة عنده بيت دعارة عنده يعيش الزلمي تبدي يعيش هيك بيجوا ليك يا زلمي نساء يفضح عرضه النساء كلها بتنتاك كلها كلها بتشغل كلها قبل ما تحكي روح الفهام الوضع الفهام الصورة من وراها فهم الكواليس الصورة انا ما عم دافع عنه انا ما عم دافع عن اوروبا ولا عم دافع عن شعوبا ولا عم بتهجم عليكم انا عم بحكي الشي اللي عم شوفه ايه فيه ناس فيه ناس بتشغل نسوانة انا اجتمعت مع شخص هو بولوني مشغل مرته مشان يعيش ما عم يكفي مصروفه وعليه ضغط عليه بغض النظر عن ظروفه وعم يشغلها وعم يمشي الحام بس هذا الشخص يلي عم يحكي يلي عم يعمل هاد الشي يلي عم شغلها وانا ما قربت عليها ولا لح قرب سعب بحكي شو صاري يعني يروح بشغلها بيجيب مصاري من وراها عشان يعيش يعني قبل ما تروح تحكي انه نساء هايك ونساء هايك طلع على البلد طلع على الظروف طلع على الوضع شوف خلف الصورة مثل ما قلت كواليسها للصورة ليش عم يعمل هايك ليش عم يعمل هايك مو تروح تتعرف على شي وحده بتكون فعلا هي نظيفة وفعلا وفعلا وبتقدر انت تتعلقها ما هي هاي النقطة انه انتو بحالفكن الحظ يعني بحالفكن الحظ بتتعرف على شي وحده هي فعلا انضيفة وبدا تتجوز وبدا تنستر وما الى زالك يا بتروح بتتجوزها بتتجوزها بس من شان هيك تزلها شان شو ما عملت فيها خلص انه هي مستورة يعني هي مستورة بدا تستر متل في سوريا خود من الميدان بس لا تقطيهم مو هيك بيقولوا هيك بيقولوا هيك كان يقولوا خود من الميدان بس لا تحديد على الميدان خود من الميدان بس لا تعطيهم يروح بلاقي له شي بنت من هدول بيتجوزها وبصير بيعمل شو ما بيعمل بيجي يا يوم بيشتغل يوم ما بيشتغل بيعزبها للبنت بيزلها طب هاي بنت ناس هاي هاي بنت ناس روح نضف حالك يا وصخة منك لإله قبل ما تروح تدور على البلاد النظيفة صلاح موسيقى موسيقى